وارجعت لكم فيديو دي بس قبل ما ابدأ معيك الفيديو لو انت مهدمة بالنصقح بعادة التدبير بالأعمال اليدوية اتأكدين انت اشترك للقناة وفعلت الجرس عشان تستفادي مني بكل جديد يلا بنا نروح على الفيديو بتمنى لكم مشاهدة ممتعة للمسائل فل قبل ما بدأ الفيديو كالعادة حب ارحب بكل اخواتي اللي نضم وجداد لنا في القناة ومدوم الناس اللي نضم الجديدة لنا في القناة وصابت لي تعليق باسمها عشان ارحب بها في الفيديو ده معينا هيبة يوسف فرح محمود يوميات نجار اهلا وسهلا بيكم شرفتوني ونورتوني يارب دايما اكون عند حصن ظنك وكلكو الناس الداخل الجديد وما كتبت ليش تعليقات باسمها يا ريت تكتبو لي عشان اعرفك وارحب بيكم باسميكو في الفيديو اللي بعده النهاردة بقى واهلا طبعا صحنا بكل ما تبعيني في كل مكان بص بقى النهاردة الفكرة بتاعتنا حنعمل سبحة كده الرمضان بالاسم تقدرين ان انت تهديها لاي حد غيري وعزيزة على قلبك وتعملها له باسمك وكمان لو حبت ان انت تعمليها لنفسك وتكوني مميزة وتعمليها لأولادك وتفرحيهم هي طريقتها صحلة جدا تقدرين تعمليها من اعادة تدوير وتقدرين ان انت تشتري الخماتها تمام كده بصني مبدئيا كده لو عندك مسلا مفرر زي ده بصوا بيبقى فيه كده حاجات ده طبعا كده قديمة عندي فانا شلته بصراحة عشان استخدم الحاجات اللي فيه وكان عندي قلبة كده قديمة فيها مسلا اي عقد كده يتقطع او اي اكسسوار كنت بقى اي مبرميش الحاجات دي وبشيلها دي بالنسبة لأعادة التدوير لو انت بقى حابة انت تشتري الخمات بتروح تشتري عقد كده زي ده من عند الناس بتوعية الخيوط تمام هما بيتبقوا كده ده سيار وعامل عشرة جنيين بيبقى فيه كتير جدا وعندهم الوان كتير ده خيط سباح نوعين الخيط دوت اللي هو على بلاستيك شوية ما بيتقطعش يا جماعة وقوي جدا تمام وسهل جدا في الشوق فيه كمان النوع الاسود ده آآ على حرير بس انا بفضل ان انا هستخدم اللي هو الشفاف البلاستيك ده تمام كده دي اللفة كلها على بعضها فيها مية متر تمام اللي عايز يعرف سعرها يكتب ليه في الكومنتات وانا اقول لكم على الخمات والاسخار اللي حابة بيفتح مشروع ليه تمام اول حاجة بقى حاجي افرت العقد ده او الحبات دي حطها كده هنا بقى في علبة تمام بعد ما خلاص فرضت العقد كلها او حبات اللي كلها هجيب بقى جزء كده من آآ الخيط بتاع السبحة اللي هنشتغل به تمام وتخليه كبير ما تقصيش على قد السبحة بالظبط لأ خلي معاكي بروح شوية في الخيط وهنعمل هي مفروض يكون تلاتة وتلاتين تمام تلاتة وتلاتين حباية احنا هنعمل حداشر ونحط فاصل وبعدين نحط حداشر وفاصل وبعدين نحط الحداشر التانية عشان كده يبقى معينا تلاتة وتلاتين تمام دول كده اول حداشر طبعا موضوع آآ سهل سهل جدا بس عايز شوية تركيز اهو تقدر تعتمد عليه مشروع مربح جدا على ضوان بعد كده آآ حانبقل هي الفواصل تمام آآ بستو في عارفين الحبات السونارة ودائرة الصغيرة اللي فيها لوني دي ممكن تلاقيه في اي عقدة عندك لو مش موجودة عندك تقدريني تشتريها دي كمان نوع من انواع الفواصل ده كيس بخمسة جنيه فيه كتير برضو جدا تمام آآ انا بصراحة شرية الحاجات ده لان انا ده شغلي دائف تمام يعني ده شغل شغل الهندميت بتاعي فانا ببقى لازم ان انا وفر الخامات دي فانا بقولك على الخامات وبقولك على البداية الليها من البيت حطيت كده آآ دايرتين من اللي فيه فوصولولي وحطيت في النص فواصل من اللي انا ورته لكو ده تمام وحرجع كمان آآ احط الحداشر آآ الحداشر لولي التانية تمام احط دايرة من اللي فيها فسوس وبعدين آآ فواصل من اللي ورته لكو ده وبعدين دايرة تانية من اللي فيها فسوس لو ما عندكيش تقدرك تستبدلي الفواصل دي باي نوع لولي تاني آآ يكون لونه مختلف انا بديك الفكرة واسس الفكرة وانتي طبعا بقى خطواتك تسليم دي على حسب المتاح عندك وعلى حسب زوجك وإمكانياتي تمام تمام فواصل الحداشر اللي هما آخر حاجة آخر حداشر معي هحطهم بعد ما خلاص حطتهم تمام عندي كان عندي كده عقد قديم في هي الحاجات دي اهو العقد ده فاخدت منه بردو آآ دايرتين كده او فصلين هستخدمهم بردو وهو هحط دايرة بردو من اللي فيها فسوس دي بعد ما حطيتم حاستي شكله مش هيكون حلو قوي هحط الاول الدايرة وبعدين هحط الفواصل ده وبعدين هحط كمان دايرة من اللي فيها فسوس دي هحستي كده شكلها حلو اكترين عايز اقولكو يا فرحة ما تمت يعني تابهوا كده الفيديو عشان تعرفوا ايه اللي حصل فيها بعد كده وبعد ما حطيت من الناحيتين زي بعض هاجي بقى احط آآ فصل فصلين من اللولي تمام واحدة من الناحية دي وواحدة من الناحية دي خلاص هاقفلها بقى تمام كده انا كده خلاص عملت استبحى بتاعتي من فوق هاقفل بقى ايه الناحيتين دول شايفيني الناحيتين دول هاقفلها لو عايزة جمعين تحطي آآ فواصل ايه اشكال ثانية براحتك مش شرط تمشي على نفس النموذج اللي انا عاملين بعد ما دخلتين بعد ما دخلت الحبات اللولي او الفواصل من الناحيتين هابدع بقى اجيب الترفين مع بعض واقفلهم اهو بصو جبت واحدة فواصل من الفواصل برده وان شكله مختلف بس نفس الشكلية بس اهم حاجة نكون مختلفة عن اللي هي بتاعت التسبيح نفسها اللولي بتاعت التسبيح نفسه تمام وبدخل بقى الترفين في نفس ال اهو بصو زي من شايفين كده ايه بدخل الترفين بقى مع بعض خلوس انا كده قفلتها بدخل الترفين مع بعض في اللولي او في الفواصل تمام كده يا رب كده ايه الخطوات تكون واضحة قدامكم اهو دخلت برضو فواصل تاني اهو طبعا دي كلها خطوات تسبيح لسه بقى ايه هنكتب الاسم عليها وهنحط المشربية بتاعتها او الشراشي بتاعتها انا اخترت لون المشربية دي تمام فيه دي من غير اللولي بقى ومن غير فصوص ولا اي حاجة ودي سهلة جدا ان انت تعمليها لو مش عارفين تعملوها اكتبوا لي في الكومنتات وعملوكم فيديو بيها دي انا شرياها كده زي ما هي دول المية اه بخمستوشر جني تمام فلو انت مش هتشتغلي فيهم وعايزة بس ان انت تعملي سبح عليكي ولولادك وكده اكتبيه في التعليقات وانا اقولك المشربية دي تماما بعد كده دخلت المشربية في الترفين مع بعض وهجيب الترفين بقى مع بعض وهحطهم بالعكس هرجحهم بقى كده بالعكس تمام يعني هرجع دخلهم تاني بالعكس في الاخر فاصل احنا حطينه اهو اهو زي ما انت شايفين كده في الفيديو لو في حاجة معها مش واضحة في التصوير الفيديو او بالفكرة مش وصل لكم او يكتبوا لي في التعليقات تمام اهو انا محاولة انا يعني حاولت ان انا اقرب الكاميرا قوي على الخطوات وانا بعملها عشان تكون واضحة بالنسبة لكم اهو بتاخد الخيط وترجعي تاني بالعكس في الاخر فاصل اهو تلاقي الدنيا زبطت معيك وبقت زي الفل وتمام بعد كده بقى عايزة اكتب الاسم تمام دي حروف بتتباع الكيس بيباع بخمسة جنيه في منه اشكال كتير جدا والوان كتير جدا فيه على الجلد زي ما انت شايفين جلد في اسود فيه ابيض في اسود فيه اتلوان كده الالوان دي عشان تعملوها للبنويت اللي هو البنويتات السغنانية عشان تشجعوهم على الصلة وعلى التسبيح انا هنا اخترت اللون الابيض في اسود عشان ماشي اكتر مع الديزاين او الالوانات اللي انا مدخلوه بعض كمام هيخب كمام فاصل كده من هنا اللي هو ده بصوا الجلد ده هابدع بقى ان انا ادخلهم برضو الطرفين مع بعض ادخل الاول واحدة تلولي كده او اتنين وانتي بقى اشوفي عايزة تزينيها ازاي انا قلتلك ليه اشتغلي بالخيط اللي هو دوت البلاستيك لانه سهل جدا في الشغل فيه كمان حاجة تانية اسمها وير بتبقى يعني نشفة كمان انشف من دي بتبقى حلوة جدا اه برضو اللي عايزة تجي بيها وتشتغلي بيها برضو مفيش مشكلة بس الحرير ما نصحكوش بيه لانه متعب جدا في الشغل انا هنا عملت اتنين لولي وفاصل من اللي هو اللون اكسيدي او لون ودهبي ده نحكوش بيه كمان اتنين لولي لولي بعد كده بقى حبدأ ايه ان انا اه اعمل الحروف بتاعتي تمام بس هحط الاول فاصل كده من الفصوص الصغير انا هنا جمعت حروف اسمي اصلا من اللون الابيض في اسبت وحبتدي بقى ان انا احطتها مش هترصصي الحروف طبعا كلها ورابعد لا هتحطي حرف وراه فاصلولي ابيض بس ده يكون حجم صغير اصغر طبعا من حجم اللولي اللي احنا هنسبح به نفسه فاهمين الهو ده حجم صغير هنا بعد ما خلاص خلصتها كلها وكتابت اسمي شوفوا بقى ايه اللي حصل جيت طبعا اه عشان تختمي بقى او تقفلي خلاص الصبحة بتاعتك بعد ما بتخلصيها شوه بتجيبي برضو الخيط بالعكس كده وبتحطيه في اللوني من الناحية التانية وبتعديهم وتتعقديها بقى كده تمام عشان ايه تتقفل خلاص اهو بتعمليها وتربطيها بتبقى متينة جدا مهما تشدي على فكرة في الخيط دوت او بتاع البلاستيك ده خلي بالك ما بيتقطعش تمام وكمان زودت اه او اكدت عليها وخيطت وربطتها فيها جيت عملت ايه بقى اللي بوزها جبت الولاعة واحنا عارفين طبعا ده خيط على بلاستيك جبت الولاعة تمام وقلت الاول بصوا قصرت اللي هو بقى الخيط الزيادة ده انا قلت خلاص مش محتاجية تمام جبت بقى الولاعة وقلت ايه بالولاعة كده عشان ده على بلاستيك حسيا حسنا كده واتك عليها عشان اقفلها عشان ايه ااكد عليها فلما عملت بالولاعة اوي سراحت بصراحة او انا بعملها فاتفرطت كلها وبوزت فعملت واحدة تانية بصراحة كده وقت عشان تصوير والفيديو وهي ده حتة اللي كنت بشرح لكم اللي هي فكت بصوا عملت واحدة تانية مقربة للأولانية بس انا صراحة الاولانية كانت حجباني اكتر فاقبلي الاولانية كانت احسن ولا دي تمام عملا بقى شكل تاني اه اسويت فجولد طبعا هي بصوا تقدر ان انت تهديها لمعامتك في عيد الام وبرده شكلها حلوة اوي شيك وحاجة مميزة وهتفرح بيها جدا لان انت عملا حاجة باسمها البنوتات الصغيرين بقى اهو بصوا انا عملا دي الوانات كده في بعض وكمان الحروب بتاعت الاسم الاسم ملونة بصوا في بعضها ازاي اهو دول ثلاث اشكال تقدر يبقى ان انت تضياني بالطريقة اللي انت عايزيها وتقدري تعملي برضو تعمليها من اعادة التدوير من العقدة عندك قديم اه فصوص في مفرش اي حاجة كده هوت هتلاقينا بصوا كمانتي سبحة جميلة جدا بس الاسماء طبعا اتطر ان انت تشتليها من برا انا بقى كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهاردة اتمنى يا رب يكون عجبكو لا اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعمليلي اشتراك للقناة و تفعلي الجرس عشان تتفادي مني بكل جديد و تنسيش اللايك يا بنات و كمان تعليق حلو منكم اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي و مع سلامة الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون تزيين المصحف مع سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة